انتهى مؤتمر أبل من شوية وأعلنت فيه عن مجموعة من المنتجات الجديدة اللي هتقدمها للسوق العالمي والحقيقة الفيديو دوت هو ملخص بسيط كده وسريع للمنتجات اللي قدمتها أبل وفي نفس الوقت رأيي مستخدم أندرويد في الموضوع ده ولكن قبل مبدأ الفيديو محتاج بس إن أنا أقول لكم إن أنا حتكلم بكل إنصاف يعني أنا مش معنى كده إن أنا بهاجم أبل أو أي حاجة ولكن لا بالعكس أنا مبسوط من حاجات كتير جدا وشايف إن في حاجات محتاجة الشركات التانية إنها تبص الأبل وتاخدها نموذج محترم الحقيقة أبل قدمت حاجات كتير قوي في المؤتمر دوت ممكن تكون الناس شايفاها موجودة قبل كده زي الكاميرا العادية والكاميرا الألترا وايد زي النايت مود زي إن انت ممكن تنتقل ما بين التلت كاميرات وانت بتصور فيديو لتليفوتو العادية والألترا وايد علشان ما تقفلش الفيديو وترجع إنك تصور بأي كاميرا مختلفة أمور موجودة في تليفونات تانية أيا كان اسم التليفون أو الموديل بتاعه ولكن لما أبل بتقدم دايما الحاجة تحس إنها بتقدمها بشكل جديد عارف تحس إن انت كده هي شركة بريميام قوي وحبا العميل بتاعها هيكون بريميام قوي وعايزة تقنعه إن اللي انت هتاخده من المنتج اللي أنا بقدمهولك ده انت ما شفتوش قبل كده بتقعده وتهيأه وتعمله بريزنتيشن محترم جدا علشان تقدم المنتج بتاعها في قابها الصور ممكن يكون اللي بتقدمه دوت سواء كان كله أو جزء صغير منه أو معظمه موجود في تليفونات تانية إلا إن الطريقة اللي بتقدم بيها المنتج بتاعها طريقة تستحق الاحترام وتستحق إن الشركات التانية تتعلم منها إزاي بتقدم المنتجات بتاعتها على العموم المؤتمر النهاردة كان سريع كده وخفيف وكان مبهر آآ قدموا ست حاجات جديدة حستسني منهم موضوع الألعاب لأن أنا مليش في الألعاب ومش متابع القصة بتاعتها فخليني حتكلم على الخمس حاجات الجديدة اللي أبل قدمتها النهاردة البداية كانت الأبل تيفي بلس ودي خدمة اللي ما يعرفهاش هي بتتفرج على محتوى خاص أو حصري لمستخدم الخدمة ديت على كل الأجهزة بتاعتك الخاصة بأبل الخدمة دي حتكون متوفرة بداية من 1 نوفمبر القادم وحيكون تكلفتها الشهرية 5 دولار للعيلة كلها أي حد في العيلة يقدر إن هو يتفرج على المحتوى بتاع الخدمة دي والحقيقة الخدمة دي أنا مشترك في حاجة بديل لها أو زيها اللي هي الناتفليكس والخدمات دي من وجهة نظري بدأت إنها تسحب البصات من تحت التلفزيون والساتلايت والديش لأن بكل بساطة أنا ببقى فاتح برنامج نتفليكس على التابليب بتاعي وبتفرج على فيلم وقفت عند مشهب معين لإن أنا نازل أو رايح مشوار أقدر إن أنا أنزل أروح المشوار بتاعي وأكمل فرجة في أي وقت عايزه على الموبايل بتاعي روحت البيب بعد كده حطيت الموبايل وعلى شاشة تلفزيون كبيرة أبدأ إن أنا أكمل من النقطة اللي أنا وقفت فيها الحقيقة هي خدمات جميلة جداً وطرحها بأسعار قليلة ده أمر ممتاز الاشتراك بتاع نتفليكس بعشرة دولار والاشتراك بتاع أبل تيفي بلس بخمسة دولار فتقريباً النص السعر طبعاً فيه اشتراكات مختلفة في نتفليكس بس أنا مشترك في الباقة بتاعة العشرة دولار ده أول حاجة تم الإعلان عنها تاني حاجة الآيباد الآيباد فيه أبل متقسم لتلات فئات الآيباد العادي الآيباد إير والآيباد برو الآيباد العادي سعره ثابت 329 دولار ويعتبر تقريباً حوالي ما يوازي 6000 جنيه مصري بدون الضريبة والشحن والحاجات اللي بيتم إضافتها يعني ده تقريباً السعر بتاعه بدون أي إضافات الآيباد اللي تم الإعلان عنه المميز فيه إن الشاشة عشرة واثنين من عشرة بوصة ريتنا ديسبلي بالإضافة إنها شغالة بآيباد أو اس والحقيقة السوفتوير ده بيخلي الآيباد كأنه كمبيوتر صغير في إيديك تقدر إن انت تعمل عليه إيدت للصور أو للفيديوهات بطريقة احترافية شوية عن التليفون العادي أو عن نظام أندرويد طبعاً والبرامج بتاعته ولكن الآيباد ده ليه كيبورد تقدر إن انت تستخدمه بالإضافة إنه بيدعم الأبل بينسل علشان محب الرسم والتعديلات اللي ممكن إن هم يعملوها بالألم زي ما قلت هو سعره 329 دولار وممكن إن انت تبدأ إنك تحجزه من النهاردة والشحن هيبدأ من يوم 30 سبتمبر الثالث منتج اللي تم الإعلان عنه النهاردة وهو بصراحة بالنسبة لنا منتج مبهر وده بقى اللي فعلاً ملوش مسيل الساعة بتاعة أبل الجيل الخامس الساعة الجيل اللي فات الجيل الرابع كان الحقيقة التطور اللي حصل فيها ومتابعة الحالة الصحية بتاعتك والتنبيه أن انت الإنسان ده معرض للإصابة في قلبه أو حاجة زي كده الحقيقة أمور جميلة جداً تم تطورها في الساعة الجديدة بتقديم ثلاث أبحاث أبحاث عن صحة المرأة صحة السمع وصحة القلب والحقيقة الأمور دي أبل مهتمة بيها أبل مهتمة إنها لما تقدم لك ساعة مش مجرد إنها هتبقى ساعة عادية وفيها شوية برامج والكلام اللي بنشوفه في أي شركة تانية وإنما بتهتم بصحة الإنسان وقد إيه إن الساعة لازم تبقى مفيدة في متابعة صحتك وحالتك اليومية بالإضافة لمتابعة الحركة والرياضة والحاجات اللي أنت بتمارسها الجديد في الساعة إن خلاص الشاشة بتاعتها أصبحت منورة طول اليوم أو ما يسمى Always On Display أي وقت بتبص في الساعة بأي زاوية مش محتاج إن انت ترفع إيدك علشان تشوف الساعة كام أو تشوف الإشارات اللي جات لك أو أي حاجة الساعة على طول شغالة وده قالوا إن هو مش هيأثر على البطارية والساعة حتدوم معاك اليوم بأكمله من أول اليوم لآخر طبعا أي حاجة Always On Display بيكون شغالة فيها ده بيأثر بالتأكيد على استهلاك الطاقة فكونها إنها هتبقى شغالة اليوم كامل ده يعتبر بالنسبة لشركة أبل أمر كويس نقطة كمان تضافت في الساعة عادية وهي وجود بوصلة وده البوصلة دي تقدر إنك تشغلها مع الخرايط تقدر إنك تحطها على الشاشة من برة علشان تحدد انتجاهك في كل مرة بتبص فيه على الساعة وتقدر الشركات اللي بتطور البرامج إنها تستفيد بيها لأمور تانية مستقبلية يعني بالإضافة لشكل بتاعها والتصنيع بتاع الساعة ساعة مصنعة 100% من الألومنيوم المعاد تدويره والمرة دي جاية بقى بتصميمات مختلفة بالإضافة لأحزمة اليد مختلفة وألوان كتير قوي وجميلة وفيها إصدارات تناسب كل الأزواب رابع حاجة الآيفون 11 الآيفون 11 ممكن نقول إنه هو التطور بتاع الآيفون XR والحقيقة هو أقل مستوى في الآيفون اللي هو الناس اللي حاب إنها تاخد آيفون جديد بأقل سعر ممكن السعر بتاعه 699 دولار الجديد فيه الشاشة 6 واحد من 10 بوصة ريتنا ديسبلي والصوت بتاعه مجسم بتقنية الدولبي أتموس بالإضافة لوجود كاميرتين في الظهر الكاميرات اللي إحنا كان شكلها مش عجبنا في التصميم طبعا خلوني دايما نفرق ما بين الشكل بتاع التصميم والأداء بتاع الكاميرات أداء الكاميرات لا يعلق عليه في أجهزة آيفون وإنما شكل التصميم بيكون مختلف عليه أنا معرفش ممكن حد يعجبه شكل التصميم بتاع الكاميرات الجديد اللي عامل زي البوتاجاز ده ولا لأ ولكن هو أزواء وأنا عن نفسي مش عجبني وما تمناش إن الشركات تتبنى ولكن واضح إن السنة الجديدة دي كلها هيبقى تصميم البوتاجاز ده مختلف سواء مربع أو مدور على حسب بقى الشركات اللي هتقدمها لكن المميز فيه إن أداء الكاميرات بقى بيختلف وبيدي إمكانيات أكبر للكاميرا بالإضافة لحجم الكاميرا نفسه كمان ممكن إن إحنا نشوف مستقبلاً السنسور بتاع الكاميرا بيبقى أكبر وأوسع وتقدم لنا طفارات أخرى الكاميرتين 12 ميجا بيكسل كل واحدة واحدة عادية وواحدة ألترا وايد وبيصوروا 4K وفي ميزة ضافتها أبل في السوفتوير بتاعها إن إنت لو إنت بتصور صور عادية وبعد كده حبيت إنك تصور فيديو بسرعة بدأ لما تنتقل إنك تصور فيديو لا أحد دوس على زرار التصوير ضغطة مطولة علشان تبدأ إن إنت تسجل فيديو سريع فدي خاصية جديدة اسمها أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فهي 12 ميجا بيكسل وبرضو بتصور فيديو لحد 4K والجديد فيها إن هم ضافوا الـ Slow Motion تقدر إن إنت بالكاميرا الأمامية تصور فيديوهات Slow Motion هم أطلقوا عليها اسم غريب كده الحقيقة مش قادر إن أنا أفتكره حاجة زي السيلفي بس بقى خلوها للفيديو حاجة مختلفة للأسف مش قادر إن أنا أتذكرها دلوقتي ده بالنسبة للآيفون 11 والسعره زي ما قلتلكو 699 دولار أما بقى النقلة التانية وهو الآيفون 11 برو ودي أول مرة أبل تسمي تليفون من تليفوناتها برو الآيفون 11 برو جاي منه نسختين النسخة البرو والنسخة البرو ماكس وأعتقد إن المسمة ده أفضل كتير جداً من الأكس أس والأكس أس أس ماكس والحاجات الغريبة المكالكاعة دي فأصبح فعلاً آيفون 11 برو وبرو ماكس الفرق ما بينهم بيكون هو في حجم الشاشة خمسة وثمانية من عشرة بوصة وستة ونص بوصة الحجم طبعاً بيساوي بطارية أكبر في تليفون من الاتنين لكن الجديد هنا إن هم ضافوا الشاحن السريع لـ 18 واط وحيبقى موجود في العلبة أخيراً مش هتحتاج إن انت تشتريه لوحده الجديد في التليفون دوت الشاشة السوبر ريتنا XDR 1200 نت درجة السطوع بتاعها 1200 نت والحقيقة الشاشة بتاعة أبل شاشة مميزة جداً ولكن التسمية اختلا في الدلوقتي بقت سوبر ريتنا XDR أما بالنسبة للكاميرات فبرضو الكاميرات ما قدمتش حاجة جديدة ولكن الطريقة اللي قدروا إن هم يقدموا بيها الكاميرات خليتك قاعد طول الإيفنت منبهر ثلاث كاميرات واحدة تليفوتو بتقرب 2X زوم والتانية والكاميرا العادية والتالتة الألترا وايد وتقدر إن انت وانت بتصور فيديو إنك تنتقل ما بين الثلاث كاميرات بلمسة واحدة تنتقل من كاميرا للتانية للتالتة أو بلسحب علشان تعمل زوم in أو زوم out وتنتقل ما بين الثلاث كاميرات الثلاث كاميرات بيصوروا بدقة 4K والثلاث كاميرات 12 ميجا بيكسل والثلاث كاميرات الحقيقة الأداء بتاع التصوير بتاعهم كان ممتاز جدا ويمكن عرضوا في المؤتمر مجموعة من النمازج الخاصة بالكاميرات الثلاثة ودقة التصوير بيهم في صورة أخيرة كده هما تكلموا عنها أو خاصية جديدة في الكاميرات بتاعة الآيفون برو وهي الديب فيوجن الديب فيوجن ده إنك تاخد الكاميرا أول ما بتجهزها بتاخد 9 صور قبل ما انت تدوس على الزرار بتاع التصوير وبعد كده تدمجهم مع بعض علشان تطلع صورة بتفاصيل كويسة جدا أو مبهرة جدا نقطة كمان ضفتها أبل في السوفتوير بتاعها وهي النايت مود النايت مود خلاص كنا شفناه في كل التليفونات السنة دي من أواخر السنة اللي فاتت ولكن ضفته أبل للتليفون بتاعها ودلوقتي تقدر تصور في إضاءة ليلة جدا وتطلع الصورة بشكل واضح جدا و جميل جدا الأسعار بتاعة الايفون 11 برو 11 برو ماكس 1000 دولار و 1100 دولار أو تبدأ من 1000 دولار و 1100 دولار طبعا على حسب الساعة بتاعة الزاكرة بتاعة كل تليفون انت بتختاره أول ساعة من 1000 دولار و 1100 دولار وانت طالع بقى على حسب الساعة اللي انت بتختارها التليفونات بدأ برضو الحجز المسبق بتاعها من النهاردة وحيتم شحناها يوم 20 سبتمبر ده كل اللي تم الإعلان عنه النهاردة ده كان فيديو خفيف كده بعرفكم إيه اللي تم الإعلان عنه إن شاء الله أنا طلبت الايفون بإذن الله علشان أجربه أنا حابب قوي أن أنا انتقل للتليفون ده أو أن أنا أستخدمه لفترة طويلة شوية وأبدأ أن أنا استكشف الأداء بتاع الكاميراة بتاعته الجديدة الأداء بتاع البرنامج بتاع الإيدت بتاعه لأن فيه تطور كبير قوي وميزة مش موجودة في أي تليفون تاني إن انت لما تصور فيديو مش محتاج إن انت تنقله الكمبيوتر علشان تعمل إيدت ممكن عن طريق التليفون نفسه بالبرنامج بتاع تعديل الفيديو إن انت تعمل تعديلات من الواضح إنها جميلة فالحقيقة مجموعة من الأمور كتيرة قوي محتاج إن أنا أجربها في التليفون فأنا طلبته وإن شاء الله بإذن الله أو لما يوصلني حيكون فيه نظرة أولى كده سريعة على الجهاز وحجربه الفترة طويلة علشان أقدر بعد كده نقل لكم تجربتي الكاملة مع التليفون الجديد الايفون بإذن الله دي كانت مختصر سريع للمؤتمر اللي تم الإعلان عنه النهاردة بشكركم وشوفكم في فيديوهات تانية في أمان الله ترجمة نانسي قنقر